المسؤول الروسي اعتبر أن العقوبات الغربية فشلت في خنق الاقتصاد الروسي مع لجاء موسكو لتغيير أشكال تعاونها مع دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظروف المواجهة الجدية مع الغرب تتغير أشكال تعاوننا مع دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل طبيعي من أجل التكيف بشكل فعال مع هذه القيود دائما توجد طريقة للخروج من الموقف بغض النظر عن الطريقة التي يعتقد الزملاء والشركاء في الغرب أنها تسمح لهم بخنق الاقتصاد الروسي أو الحد من علاقاتنا مع أولئك الذين يريدون التعاون معنا